المواطن المغربي داخل دول مهجر أوروبا أمريكا أي دولة من الدول فهنايا هذا المواطن المغربي تكون هو عرضة عرضة لضياع حقوقه في غياب في غياب الوعي في غياب المعلومة الصحية بمعنى المرات يجي ويقول لك راه مسكين خارج براء واش ممكن يهدر معك في التليفون حنا معناش هاتتقنية راه ما يمكن لهش يمشين جز وثائق علاش لأنه هو حارق ولأن الوضعية ديالو غير سليمة داخل داك البلد لا هذا المواطن المغربي من حقه أن ينجز جميع الوثائق داخل يعني القنصوليات المغربية أينما وجد ولكن الشرط واحد اللي تطلبوا القنصوليات المغربية تطلبوا أن هذا الإنسان يكون عنده واحد سكن ندلوا هذا الإنسان بحكم أنه هو مهاجر ولا مهاجر سري أو في وضعية غير قانونية من حقه أنه يشوف شي صادق أو قريب أو أي إنسان داخل التراب الذي يقيمه فيه تدلوا واحد الالتزام بالسكن بأنه يقتنوا معه يقدر يكون مغربي يقدر يكون فرنسي يقدر يكون إيطالي إسباني أي جنسية يعني الأساس هو أنه يكون لك يعني واحد المستقر واحد المكان الذي يأويك اللي هو معروف فهنا تفتح لك واحد الرقم ديالك في القنصولية وتتولي تباشر جميع الأمور ديالك بغيت ندير وكالة تندير وكالة بغيت نزوج حتى في القنصوليات المغربية كين هناك زاوج كين هناك زاوج قوموا به موظفون يقومون بمهام العدل يعني تقوموا بهذا العقد تقوموا بعقد الإيراثة عقد الزواج عقد الطلاق كانتش حالة تديروا محاضر ما بقتش يعني هذا اللي توافيه النظر يعني إعادة النظر في هذا الأمر هذا يكون نسيجاما مع مقضت به محكمة النقد وتسينا لهذا الفئة اللي هي بعد مرات لا تجدوا الوقت اللي باش تحضر وتكونوا عندهم اتفاق وبالهما مطلقين يكونوا محاضر كما كان قبل 2004 وذلك المحاضر مع توكيلات يجي وينزود طلاق ديرهم بسهولة لأنهما الحالة العائلة الزوجية السحلت بينهما اشتركوا في القناة